الاول كان من العلاقة الاول كان ده يعني مصير العلاقة بس ها مش بيكون مصير مطلق يعني هو مجرد طاقة ما القادم في حياة برج الحمل اللي عايزي بين؟ اوكي شكلك تعرضت يا برج الحمل حاجة صعبة طاقة العامة للوقت. اتعرضت لحاجة صعبة اخي ده يا اخي انا. اه اه مشاكل. حاجة فيها ناس فيها اكتر من شخص يعني مش حاجة تخص الشريك بس يعني كلام مسلا سيء. لان الفايف الفصول ده ممكن كمان يكون كلامي في صنع او كده. فشكرك اتعرضت لحاجة صعبة يا مربية الحمل. الطاقة بتاعتك طاقة حب. طاقة مشاعر. انت في عندك حب تجاه حد في الوقت الحالي او انت بتفكر انك هتقدم عرض حب لحد في الطاقة الحالية. في تفتير كتير في كده. او انت عندك حب يعني او مشاعر تجاه فيه طاقة حب يعني. برج الحمل طاقتك في الوقت الحالي. او فيه او فيه حد انت قدمت له حب ومشاعر لحد ده خانك خدعك خزبك او انت بتراقب كمان حد او انت بتراقب حد لكن انت موضوع مسلا من علاقة من الماضي او من الصابق او كده. وبقيت حذر في العلاقات بقيت حذر ان انك تقدم مشاعرك لحد او كده فيه او خايف او انت بتحب حد فيه عنده طرف ثالث. يعني كل حد ياخد القراءة بالشكل المناسب له. يعني فيه عنده طرف تاني او انت اللي عندك الطرف التاني ومش قادر مسلا تقول مشاعرك للشخص التاني. فاخد الاحتمال المناسب لك. بتاقت شريكك. بتاقت شريكك. القمر المن. ممكن ده شخص مختفي. ممكن ده شخص انت متعرفش عنه كتير. ممكن ده شخص غامض. ممكن هو حزين في الوقت الحالي. طاقت شريك برج الحالي. الشخص ده ممكن يكون مختفي. مبتعد مش باين او انت ما تعرفش عنه حاجة قوي او 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 هو منعزل عن الناس او كده وبدأ حاجة جديدة في حياته وبيعني التوازن في حياته. بصه هو طاقته حلوة. اا بالذات ان هنا كمان في الطاقة بتاعته يعني هنا الامر وهنا الشمس طاقته فيها او يزون فعلا في الوقت الحالي. ممكن هو مبتعد مسلا من التأمل اا 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 او بداية حاجة جديدة في حياته في الوقت الحالي. ممكن هو كمان بيرقبك. بس شكل مختلف عن الشكل انت بترقبه به. لان انت عندك اا اا شبه كده في علاقات. بسبب خداعي. اما خداعه متكارل من نفس هو شخص. اما حاجة حصلت ليك في الصوق او في المؤذي. طاقت العلاقة ما بينكم انت الاثنين. طاقة فيها حماس. طاقة فيها شغف. فيها التوازل. اا فيها اتنين ازجاع. اتنين محبين. اتنين اا نكحين. ااا شايفة كمان احرف شايفة الحرف اا شايفة حرف الاي. حرف الاي. حرف ال Ri. حرف دي ممكن حرفة تخص حد بينكم او كده. اا شايفة طاقة العلاقة ما بينكم. فيها رغبة في اعتذار او مصالحة او اعتراف بحب او اعتراف بمشاعر اه وفيه قرار لازم يتخذ بشأن ده. فيه فيه كمان انتو شايفين ممكن تكونوا انتو الاثنين من نفس الصاعدة من نفس البرج او من نفس يعني انتو الاثنين مسلا تكونوا برج نالي او انتو الاثنين تكون محمد. فيه احتمال ده. او حاسين انكو انتو الاثنين براية البعض. تمام? مش عارو تجاهك. مش عارو تجاهك حلوة قوي قوي قوي. مش عارو تجاهك بايسة. انا شايف هنا ده شخص طيب. اه شخص طيب. شخص كويس. شخص منعذل لتحسين وضعه وتحسين نفسه. اه بادئ حاجة جديدة. اه ممكن يكون فيه بينك وبينه فرق سنة ده للبعض. للبعض ممكن يكون او تعرفه من زمان. او تشوفه وتحس انك انت تعرفه من زمان. المهمبي مشاعره هنا تجاهك كمشاعر محبة. اه مشاعر سلام. مشاعر اه التواصل روحي. مشاعر شفاء. ممكن الشخص ده انت من اسباب مسلا تنجاحه في حياته او تقدمه في حياته. قل ان هو بس بيفكر فيك. اه اه شايفة شخص روحاني. ده اللي هو كارت برج القوس. اه ده ممكن يكون شخص كمان روحاني او بيستعمل روحانياته او عينه التالتة اه 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 قوي. مشاعره انتجاهك او انتجاه العلاقة. الامر برضو. الشخص ده انت بتساعده ان هو يتوازن في حاجة صعبة وهو مر بيه. يعني مش انت بس اللي عندك حاجة صعبة. هو كمان حاجة صعبة هو مر بيها انت بتساعده ان هو يعمل توازن حاسس بتواصل روحي قوي بينك وبينه. ممكن انت كمان بالنسبة له همض او احسيسك او مشاعرك همضة بالنسبة له في الوقت الحالي. شخص ده متفاجئ او متفاجئ في الوقت الحالي بالمشاعر اللي هو حاسسها اللي هو حاسسها نحيطك. او الشخص ده حزين في الوقت الحالي بسبب انفصال حصل بينك وبينه. فيه تروم قوي جدا حصل بينك وبينه انهيار للعلاقة. شخص ده حزين جدا في الوقت الحالي وبيحاول ان هو يتواصل معك على قبل روحيا في الطاقة الحالية عشان يجذبك لي تاني او انك انت تسمحه او ان هو يحاول يسمحك اين كان مين العمل في مين. نوايات تجاهك او تجاه العلاقة. ايه نوايات? زي فعلا. شخص ده عند ورق قوي جدا. ورق واضح جدا. نوايات جهك ان هو يوضح لك حاجة. يوضح لك امور. يكشف لك مسلا اصرار معينة. يكلمك عن نفسه. الان هو هنا الامر. هو مختفي. هو غامض. هو منعدل عن الاخرين. هنا ممكن يكون عاوز يوضح لك اللي هو بيحس بي نوايات تجاهك او تجاه العلاقة. شخص ده نوايات تجاهك او تجاه العلاقة. ممكن انت يبين لك حاجة مسلا ان حصلت في حياته او ان هو اتعرض لايه في حياته. الشخص ده متردد ممكن في الوقت الحالي. بسبب ان فيه شيء لازم ينهيه في حياته الاول. هو عامله اكيد انه شعر حب تجاهك. لكن في حاجات لازم تحصل تغييرات في حياته. عشان الشمس دي تطلع او الشمس دي تكون او الامور دي توضح. الحاجات دي لازم تنتهي اللي موجودة في حياته او في حياتك يعني. خطواته القادمة تجاهك او تجاه العلاقة ده فول. اه زي ما قلت. في حاجات لازم تخلص خالص وتبدأه من زيرو. الشخص ده اه كمان عاوز ياخد خطوة ممكن يكون مش محسوبة قوي مش مدروسة قوي اه او بمجرد انتهاء الشيء السيء مثلا اللي بتمروا به او بتمروا به العلاقة ياخد القرار على طول او يبدأ معيك بداية جديدة تماما. لو انت شخصي انا شايفة هنا للبعض ممكن ده شخصي بجيدة. للبعض الاخر ممكن ده شخصي انت قمت معيه في اه مشاكل حزن قلم او كده والشخص ده بيعيب برمجة نفسه وحياته في الوقت الحياة. نوعية تجاهك اه خطواته القادمة تجاهك. شخص ده جايلك بطيبة وحب بالتنام شخص روحاني جدا حكيم اتعرض لحاجات كتير. اكسبته حكمة خبرة عقل. اه ممكن يكون هو سنه صغير مثلا وعقله اكبر من سنه. اه ممكن يكون هو شخص متدين لكن مش بالشكل الظاهري. بالشكل الرجل من ده مش بيحبي كلمة المتدين دي يعني بس اه كأن حد بيفتعل الشيء يعني. لكن هو كأنه اه اه شخص عنده حدث قوي جدا عنده طاقة العين التالتة موجودة قوي يعني او هو بيتبع حدثه بشكل كبير. اه ايه? وفيه شوية اسرار برضو. في شوية اسرار عنده في نهاية او في خطواته او كده هو مش مش مفصح عنها للاخرين او ديك في الوقت الحالي. الاوت كان للعلاقة زي اما هو هيسيب حد وراي اما انت هسيب حد وراك. المهم انه هو هيكون مع بعضين مع بعض ده كرت العاشقين. الكرت ده اه مش بيقضي اوي جليز لكن هيكون في علاقة. يعني هيكون فيه مشاعر وحبه كده. اه اه اينا وياه تجاهك او تجاه العلاقة? اه الاوت قم. الاوت قم بجاه في اه اه فيه مشاعر. فيه حب. فيه تقدير. فيه استقرار. فيه تغيير لحالة انتو بتعشوها في الوقت الحي. ممكن يكون فيه حاجة فيها شغل تشتغلوه مع بعض. اه فيه صفر ممكن تسافلوه مع بعض. ممكن. الشغل ده يكون عن طريق الانترنت. ممكن اه اه فيه نوع من انواع استقرار يعني. او شخص ده يكون انت رئيسه في العمل او هو رئيسك في العمل بيحسب بينكم مشاعر حب او يعترف لك بالحب ان عنده ده او كده. بس فيه حاجة مسلا هتخلوها في بدايتها ما تكونش ظاهرة للاخرين. يعني ما يكونش الاخرين يعلموا عنها يعني. انا عايزة اشوف من مشاعره تجاهك او تجاه العلاقة. لان هنا هو حاسس بايه لكن ما فيش مشاعر تجاهك. ايه مشاعر تجاهك او تجاه العلاقة? حد فيكو كانت فعلقة سامة او فتاكة سامة اه او عنده طاقة اجمال مسلا اجمال على حاجة او كده. آآ شايفة فيه في مشاعر تجاهك او تجاه العلاقة. في مشاعر حب ممكن كمان ممكن تكون واصلة لتعلق او الشخص ده مدمن على شيء. بواصله حاجات كتير في حياته في السابق. هو بيحاول يعمل شفاء متوازن في الوقت الحالي. او كانت فعلقة سامة او علاقة فيها تعلق. عملك له مشاكل في حياته. هو بيحاول يخرج منها. آآ هنا كمان في مشاعر تجاهك. الشخص ده ممكن يكون بيدا يا ربنا انه تكونوا موجودين مع بعض. يكون مستعد ان هو يبزل مجهود اكبر لان هو شايف انك امسى الحب الكبير بالنسبة له. الابراج اللي موجودة هنا يا برج الحمل انا شايفة برج الحوت العقرب السرطان الميزان الاسد القوس عقرب تاني عزراء حمل آآ صورة عزراء جوزاء. دي الابراج اللي موجودة برج الاسد برضو تاني او الكوس. دي الابراج والطقات اللي موجودة. آآ قادم في حياة العازبين. في شخص يحبك اوه. ممكن يكون اصغر منك. آآ ممكن يكون شخص انت كنت معي وعايز يقدم لك اعتذار او مصالحة او كده. من قادم. ممكن كمان جاي لك رزق خير او كده. لان انا هنا بقول من قادم مش من القادم. من قادم بتشمل آآ زواج آآ عمل نجاح ارتباط آآ فلوس آآ اي حاجة ممكن تظهر قدامنا. من قادم لبرج الحمل في الفترة اللي جاي. طب اللي جنين يا هورجي. اللي جنين. ممكن انت فيه ارتباط ممكن يحفر في دواج مع شخص هو مستقل. انا شايفة شخص روحاني جدا على فكرة. لو القراءة دي مش مناسبة معيك فانت ممكن ما تكملش يعني تبقى هي مش منطبقة معك. يعني لو انت مثلا شديك صعب وفظيع وخاين وعمل ومعرفش ايه. فتبقى دي مش روحاني. ممكن تتحسن او تغير يعني انا شايفة شخص روحاني. عمل استقرار استقلال لنفسه. الحالة بس مقلقة الحالة. الحالة الحب دي. آآ بتكون حلوة قوي اللي هو حد آآ مستغني بنفسه عن الجميع. حالة الحب اللي بتكون دي حتة كده تبقية هدهاركو. اللي بتكون فيها احتياج. احتياج آآ لفلوس ان حد مسلا يكون مسؤول عني او يصرف عليا او كده. احتياج لمشاعر ان حد يعطف عليا. احتياج لاهتمام. احتياج احتياج. طاقت الاحتياج بتجذب الشريك الخطأ. اللي هو يعذبك في الشيء اللي انت محتاجه. تمام? طاقت الاستغناء والاكتفاق بالذات. آآ طاقت بتجذب آآ زواج ناجح آآ شريك مناسب آآ آآ ويخليك على الوضع ده دايما. يعني يخليك انك انت شخص مكتفي وعندك طاقة استغناء. فخال ما بالكم من الطاقة بتاعتكو انتو بتجذبه الشريك الحياة او انتو بتختاره شريك الحياة او انتو بيحصل فيه تصالح او عودة. عشان الموضوع يستفر ويستمر لازم اكون انا مفسوط وانا مع نفسي. ومتصالح وانا مع نفسي. وسعيد وانا مع نفسي عشان اجيب طاقة شجيهة دي. لو انا في طاقة فقر اي شيء فانا هجيب برضو الطاقة اللي شجيهة آآ لي. اخدوا باركم النقبة دي. آآ شايفة هنا برج ثور او برج عزراء طاقات طاقات مائية. آآ شخص ربطاني جدا. ممكن تكون آآ العلاقة دي هتروح للزواجة على فكرة استقرار وممكن كمان يكون فيها عمل مشترك. اهو دعاك والزواج دعاك. في دعاك اكيد برج الحمل لو الطاقة ماشية مع اصملة البداية او اجتماع او لما نقوم او مصلحة اي وضع تعمل قوي. لكن انا شايف فيه في اه ارتباب فيci آآ وشايفان ناجح كمان. شايفان ناجح. بعضكم ممكن اه انت بالفعل لقيت الشريك. على فكرة مشكلة ورعتين. آآ لازم تكون حالتك كده. لازم تكون الطاقة بتاعتك او الحالة بتاعتك ايجابية. تمام? بعضكم ممكن يكون عانى من مشاكل اثارية في اللي صابت. لازم انه هو يتحرر منها. دي الطاقة بتاعت الوعقة. تمام? آآ بعضكم عانى من المشكلات. ده ممكن يكون مشكلة في الاسرة بينك وبين الشخص ده. او بينك وبين شريك اخر. او هو بينه وبين شريك اخر. فيه سيركل معين انت بتلف فيه بقى لك فترة. ممكن ده بيسبب لك فشح في علاقاتك العاطفية. بسبب حاجة حصلت في حياتك. ممكن ده ما يكونش خاص بيك. يعني ممكن يكون خاص باسرتك بالاسرة الكبيرة عندك. اللي هما الاب والام او كده. ممكن تكون مسلا كان فيها انفصال او كان فيها لخبطة مسلا. آآ فانت عندك مشكلة من الطفولة. ممكن ده ما يبانش يعني ممكن ده انت ما تكونش حس بيه او مدرك. فده محتاج مسلا انك تعمل تأمل. آآ تعمق اكتر. تشوف ايه? اسباب اللي بتخلي حاجات في حاجاتك آآ تبوز بالزات على المستوى العاطفي اللي هو احنا بنتكلم عنه في الوقت الحالي. وتتحرر من ده. تتحرر من شكل الافكار اللي بتوصل لعلاقاتك ان هي ما تكونش نجحة. او ان هي يكون فيها قلم او قلق او اخوف او عدم احساس بامان او الحاجات دي كلها. لازم انت تتحرر منها. سواء انت على الطرف الاخر. وتكون تفكيرك ايجابي. في جاه الاشخاص. آآ تفكيرك واحاسيسك. لان لازم الافكار تلبطها آآ بمشاعر علشان تتحقق. زي كده لما بنزعل ونحزن وآآ او نفكر في طاقة سلبية. فبنقل عليه بنحس بمشاعر سلبية من حزن وقلم. بنقل عليه آآ يحصل في حياتنا كثير من الالم كثير من السلبية. آآ نفس الكلام لو احنا فكرنا بشكل آآ آآ ايجابي. آآ وحسينا بشاعر ايجابية. بيحصل في حياتنا احداث ايجابية ويدخلوا حياتنا اشخاص ايجابيين. خلوا بالكم النقطة دي كويس قوي يا برج. الخمل. طيب نشوف ايجابة الملائكة لبرج الحمل. نفس الكلام. آآ وعدوكم في عن له مشكلة مع حد او هو او شايف حد مثلا في دماغه او كده. طيب هنا بيقول لك في حاجة تانية احسن. او في حاجة تانية افضل. ممكن يكون شخص. ممكن يكون فكرة. ممكن يكون تصرف. يعني في حاجة تانية احسن من الحاجة اللي انت بتعملها دلوقتي. تأكيدا عليه هنا بيقول لك هنا اختار طريق تاني او اختار طريقة تانية. ففي حاجة احسن من الحاجة اللي انت بتعملها دلوقتي او احسن من الوضع اللي انت موجود فيه دلوقتي. والحاجة دي في ايدك انت لتعملها يعني. هنا كمان بيقول لك خلي حد يساعدك. خلي حد يستشير حد. الحد ده لازم يكون حد خبرة في الحاجة اللي انت عايز تستشعره فيها من الواضح انك انت لازم تلجأ لحد المساعدة في الوقت الحالي او ممكن تلجأ لربنا سبحانه وتعالى استخارع لان بصوا هنا دي تحت الورق بتاعكو خطير بصراحة هنا برضو انت مكون منك ميديتيشن او التأمل او الدعاية او انك انت تعد في لحظات كده تاخد فيها وقت مع نفسك انت عندك لغبطة في دماغك او حاجات اسئلة مش خيليها اجابات هتجيلك الاجابات في اللحظات دي اللي انت هتعمل فيها تأمل او استخارع او تدعي ربنا او اي امكان يعني وبالشكل اللي فيه انت عنيه معتقرك او ديبك فيه عندك بداية جديدة نجاح من اول والديد صفحة جديدة تماما في حياتك وهينا بيقول لك فيه حاجة لازم تسيبها او تتخلص منها افكار اشخاص تصرفات عادات اي امكان عشان انت في صفحة جديدة تماما في حياتك اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة